اشتركوا في القناة اخواني حب اليوم انا احكي في موضوع انه الطرق المتعددة لتسقية نفس المحرك يعني المحرك نفسه نقدر نسقطه احنا باكثر من طريقة وهذا عندنا المحرك مثال على هذا الامر لكن قبل ما ابدأ في الشرح بس حب اني احكي لكم يعني فيه شباب علي قولي انت بتحب الشغل الغلبي اكثر يعني انه تحويل الاقطاب التأثيرية الى اقطاب حقيقية كونه فيها شغل زيادة وتعب زيادة نتيجة هذا التحويل لا اخواني مش هيك الموضوع الموضوع انه انا ببحث عن الاقوى وليس ببحث عن الغلبي ما فيه انسان بحب يتعب نفسه او يغلب نفسه يعني انا عندي محرك مثلا الفه بساعتين اريح لي وافضل لي ما الفه بخمس ساعات مثلا على سبيل المثال لكن شو بتطلب مني الشغل او شو بتطلب مني المحرك او الحمل شو بحتاج فالافضل انا بعمل الافضل فان كان الافضل اني احاوله الاقطاب حقيقية بحاوله الاقطاب حقيقية اما اذا كان المحرك مش محتاج فما بحاوله الاقطاب حقيقية بخليه تأثيري زي ما هو وعندي هذا المحرك مثلا دليل على هذا الكلام كنت انا شرحت فيه السابق فيه تعديل الاقطاب الحقيقية او تعديل الاقطاب التأثيري للاقطاب حقيقية بالرسم اذا بتتذكروا نشرت اربع خمس فيديوهات على هذا الموضوع اللي هو كان محرك 48 مجرى طبعا حسبنا خطوطه احنا فيها ولفنا وحاولنا الاقطاب حقيقية ورسمنا رسمته بالكامل الان عندي انا مثلا هذا المحرك طبعا هذا المحرك انا دايما بنصح انه يتعدل للافضل لكن هذا المحرك ماشي بحمله وقايم بحمله وما في عنده اي مشاكل فلذلك انا ما رح اغير فيه رح الفه زي ما هو وهذا دليل يعني انه انا ما بحب الغلبي انا بحب اشتغل الشغل الصحيح لكن بما انه هذا المحرك قايم بحمله وزبون ما اشتكى منه والمحرك يعني صلوا سنوات طويل شغال فبالتالي ما في داعي اني اشتغل شغل غلبي احاوله يعني هو اقطاب حقيقية لكن هو ملفوف ملفين بملف يعني الان هاي مجموعة من ملفين اذا ما انتم ملاحظين وهاي مجموعة الان ملف فانا كنت احاول اعمل اعمل هاي كمان المجموعة اعملها ملفين فبصير عندي كل المجموعات عبارة عن ملفين والخطوة الكبيرة كانت تكون مشتركة طبعا هذا خطوة هو الثمانية عشرة مجموعة وثمانية لوحدها مجموعة كنا نقسم للمجموعة الكبيرة نصف العدد ونعمل هون نزيد عليها خطوة كبيرة نعملها كمان ثمانية عشرة ونحط نصف العدد في الخطوة الكبيرة اللي هي خطوة عشرة ونعمل الاخيرة مشتركة الان انا هذا المحرك يعني زي ما احكيت قايم بالحمل وزبون نشتكة منه وصلوا سنوات طويلة شغالة عنده وما في اي مشاكل فانا ما راح اعدل عليه راح الفه زي ما هو الان الهدف من حبيت اوضح هاي النقطة بس يعني على اساس الشباب اللي سألوا واللي استفسروا عن هذا الموضوع فحبيت اوضح لهم هاي النقطة الان اللي انا بدي احكيه في الموضوع انه تقدر تسقط اكثر من طريقة تسقيط لنفس المحرك يعني هذا المحرك مثلا عندي بغض النظر انه ملف او ملفين يعني او اكثر لكن كطريقة لف انا بحكيه نعم انا بحكي كطريقة لف يعني ممكن احنا نلف هذا المحرك بثلاث طبقات يعني الفه متجاور هذا طبعا سرعته 1400 دورة 36 مجرى خطوة اللف له ثمانية عشر اتناعش زي ما حكينا مجموعة وثمانية واحد ثمانية خطوة ملف لحاله الان انا ممكن اني اسقطه بطريقة الثلاث طبقات يعني بسقط المجموعات بسقط الفاز الاول بالكامل متجاور يعني هاي المجموعة بسقطه هون متجاورة جنبه بالمجرى المباشر هون ملف واحد وبعدين بسقط مجموعة من ملفين وبعدين بسقط مجموعة من ملف هيك انا نزلت الفاز الاول هيك انا سقطت الفاز الاول طبعا بنزل في داخله بعدين الفاز الثاني بالكامل زي الفاز الاول وبعدين بنزل الفاز الثالث بنفس الطريقة الفاز الثالث بنفس الطريقة طيب وممكن أن ألفه بالطريقة الحلزونية يعني ألفه وراء بعض يعني ألفه في داخلها الآن يعني أعتبر أنا هذه المجموعة الأولى من الفاز الأول وبقدر أعتبر أنها هي المجموعة الأولى من الفاز الثاني طبعاً بترك مجريين لأنه أنا عندي هنا ملفين وملف الآن بترك مجريين كوني بدي أنزل أو سقط في ملف واحد بترك مجريين الآن وبنزل في المجرى الثالث هاي المجموعة اللي هي عبارة عن ملف واحد وبعزلها وبعدين بترك مجرى من داخلها هاي بترك مجرى من داخلها هاي وبنزل ملفين وبعدين بنزل ملف وبعدين بنزل ملفين ملف وملفين وهكذا حتى يطلع معاي بشكل حلزوني أو دائري أو تعاقبي ما بعرف شو بتسموه فهاي طريقة وهاي طريقة انت بتختار الطريقة الاسهل لك والاريح لك واللي انت متمكن منها طبعا انا محتار جدا يعني انا باشتغل الطريقتين وانا محتار جدا انا شو الفه بس انا بفكر الفه بالطريقة الحلزونية هاي هي اخواني انا يعني القصد من الفيديو انه انت لازم تكون على علم بجميع طرق اللف يعني هاي الطريقة صعبة عليك او بتغلب او كذا او الطريقة الثانية اسهل لك فانت بتختار الطريقة اللي اسهل لك لازم انت تكون معلوماتك كاملة عن المحرك اللي بدك تلفه يعني مش انا احفظت طريقة لفه اظن ماشي عليها لا هذا يعني منافي للتطور لازم انت تتطور وتطور من نفسك وتتعلم كل اشي يعني انا بنشر صلي فترة عن عجائب الصناعة في القناة الثانية والتطورات اللي وصلوا فيها اللي وصلوا لها الغرب فيعني الغرب وصل لمرحلة انه الماكنة كاملة بتصنعه بتصمم من محرك وبتصنعه وبتجهزه وبتفحصه والانسان ما مد ايده عليه نهائيا ولا صاب المحرك فنيجي احنا كعرب او كمسلمين ما منعرف غيرها طريقة التسقيط وحدي وما في غيرها ونظن عايشين طول عمرنا عليها لا ليش ليش احنا ما نتطور يعني ونصير احسن منهم احنا بالاصل يا اخواني احنا بالاصل احنا اللي صدرنا العلم للغرب لكن احنا جينا جيل كسلان وقعدنا وقعدنا وبطلنا نتطور فهم باخدوا التطور منا وزادوا عليه ووصلوا للي انتوا شايفينه فاحنا لازم نطور نفسنا على الاقل في مهنتنا انت في ورشتك تطور نفسك على اساس انت لو اجاك محرك بطريقة لف غير يعني غير معروفة بالنسبة لك ممكن توقف ممكن ما تعرف تشتغل او تسير ترين ابو عبد الرحمن الحقني في عندي محرك كذا كذا او في لان الحقني او لا نلحقني ليش طيب ليش انا ما كون بعرفهم يعني الطرق اللف يعني اللي ممكن يعني تنعمل في نفس المحرك لازم يا اخواني لازم نطور من انفسنا ونتعلم جميع طرق اللف للمحركات وان شاء الله ممكن نعمل شوية تركيز في الفيديوهات القادمة خلال الشرحات يعني خلال الفيديو نتكلم انه كيف ممكن المحرك هذا تغير في طريقة لفه او في طريقة تسقيطه على اساس انه احنا نتعلم ونطور من افسنا هاي هي حبة اني بس يعني اشرح لكم الكلمتين ان شاء الله انكم تستفيدوا منها ولا تنسوا زي ما وصيكم ووصي نفسي دايما صلواتكم الخمسة والاكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى والاكثار من الاستغفار والاكثار من الصلاة على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ودمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا